سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما المقصود بالأرحام وهل أخت أبي وأخت أمي من الأرحام وهل زوجة خالي أخ أمي وزوجة عمي هم من الأرحام وهل زوجات إخوتي أيضا من الأرحام أفتولا مأجولين الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة الأبي ومن جهة الأم فأخت أبيه أخت أبي السائل التي عمته من الأرحام وأخت أمه التي خالته من الأرحام التي تجب صلاتها ولكن زوجة خاله وزوجة عمه ليست من الأرحام فهي أجنبية عنه لا تربطه بها صلة وكذلك زوجات إخوته ليست من الأرحام وإنما إذا كانت الصلة لهؤلاء مما يدخل السرور على أزواجهن من خاله وعمه وأخيه وما أشبه ذلك فيكون مأجورا من هذه الحيثية من هذه الجهة إذا لم يكن سمى ريبة إذا لم يكن سمى ريبة ترجمة نانسي قنقر